بعد 13 شهرا من التناحر والمخاضي السياسي الشاق أبصرت حكومة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقات النور فاستقبلت منذ يومها الأول بترحيب داخلي ودولي وعربي وبنيات وبدعوات عامة إلى العمل والتعاون لانتشال لبنان من الانهيار الاقتصادي المواقف الدولية انهالت على الحكومة الجديدة من كل حدب وصوب فبدءا بفرنسا صاحبة المبادرة السياسية الناشطة حينا والمتعثرة أحيانا والولايات المتحدة الأمريكية الداعية إلى التحرك العاجل بشأن الإصلاحات مرورا بالاتحاد الأوروبي وببريطانيا الحريصة على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها وروسيا الداعمة لدور الحكومات الجديدة وصولا إلى ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيراش بالخطوة بالغة الأهمية بعد طول انتظار عربيا كانت قطر أول المرحبين بأعلان التشكيلة الحكومية فجددت وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني تلتها دولة الكويت مرورا بجامعة الدول العربية فمصر التي تمنت أن تحقق الحكومة إصلاحات اقتصادية وتنأب البلاد عن الصراعات الإقليمية أما سعوديا فلم يصدر أي موقف أو تعقيب من المملكة حول الحكومة الجديدة فهل تحظى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بالدعم الخليجي عموما والسعودي خصوصا؟ لا أعتقد أن المملكة العربية السعودية ستعيد تقديم أي مساعدات للبنان في ظل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ليست تحفظا على الرئيس ميقاتي فقط الذي كانت تعتبره مؤيدا من حزب الله ولكن أيضا لأن السعودية في ظل عهدها الجديد رفعت يدها عن لبنان ولم تعد معنية به تدريك السعودية أن لبنان سواء بتشكيل حكومة برئيسة ميقاتي أم غير ميقاتي أصبحت تحت سيطرة وهيمنة حزب الله الذي يقدم الدعم والخبرات والصواريخ للانقلابيين الحوثيين في اليمن ويمكن أن نلاحظ هنا أنه مع إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة انطلقت حملة شعبية سعودية تطالب بمقاطعة لبنان بحجة أن لبنان أصبح مصدرا كبيرا لتهريب المخدرات للسعودية وطبعا هذه الحملة لا يمكن أن تنطلق دون موافقة السلطات السعودية الرسمية بحسب الكاتب والخبير بالشؤون الخليجية سليمان نمر فإن المملكة السعودية رفعت يدها عن الرئيس سعد الحريري وعن لبنان وبات لديها حليف آخر والعهد السعودي الجديد تخلى كليا ليس عن الرئيس سعد الحريري فقط بل عن لبنان وأصبح حليفه في لبنان هو الدكتور سمير جعجة زعيم حزب القوات اللبنانية الذي لم يشارك في هذه الحكومة لذا رأى أنه إذا كان هناك مساعدات خليجية للبنان ستأتي بشكل رئيسي من قطر والكويت حرس الرئيس نجيب مقاطي في أول تصريح رسمي له على تأكيد ارتباط لبنان والتزامه بعنقه العربي فهل تعيد الأيام المقبلة من عمر الحكومة حبك العلاقات اللبنانية السعودية من جديد وتمتنها خصوصا أنه سبق للرياض أن ضخط في السنوات الماضية مليارات الدولارات لبيروت بين استثمارات ومساعدات ومنح وهبات وقروض وودائع دارين دعبوس قناة الجديد موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة